ارجعنا لكم بعد الفاصل والنهاردة اول يوم في مطبخنا الجديد مع شاف محمود سعد بس مطبخنا الجديد في ساوبو الجديد هنطبخ مع بعض يا اهلا في ديكورو الجديد ايوه يا اهلا بك يا اهلا محشتنا اوي اوي ناس تسأل عليك كل ناس تسأل عليك الفيسبوك مقلوب فين شاف محمود فين شاف محمود تقلان علينا يا عني قلنا نعمل المفاجأة ويبقى معنا النهاردة اول يوم في المطبخ وعملين بسلم عليكي طبعا الاول وبسلم على كل الحبايب اللي بتفرقوا علينا في برنامجنا ستات معرفوش يكذبو والمطبخ النهاردة جديد وزي ما محا قالت احنا عاملين مطبخ بديكور حلو قوي بترتيبات جميلة محا النهاردة بنوارى في المطبخ بكرة امان بعده هبا بعده مون عبدالغني وان شاء الله نطبخ مع بعض نعمل وصفات كتير حلو النهاردة يعني محا ليها زوء خاص محا انا بحس ان هي ايه هي هي قريدي لبنانية مصرية على فيها تفاصيل كده حلوة فالنهاردة انا عملت كفتة واخدى الطابع الشامي التركي شوية ايوه مع حلو سهل ومعمول بالمكسرات والورد اه يعني انا متهقلي اختياراتي كانت مناسبة ولا ايه انتوا قولونا اختياراتنا مش مدمرة حياتنا ان احنا عاملين النهاردة حاجة يعني هتعجب كل الازوائق جاهزة تطبخي معايا طبعا النهاردة انا اكتشف مها في يوم جديد كده في المطبخ بتفاصيل حلوة كويس هقول مقادير اول وصفة بسرعة عشان نلحق نشتغل ونعمل شوية حاجات حلوة وتتفرجوا علينا ويا رب تعملوها ونشوف بقى كفتة مين احلى مين يبقى مها كفتة مها احلى هنويل المقادير بسرعة المقاديرة بحتاج نصف كيلو من اللحمة المفرومة وبحط عليها شوية من يعني بصلايا مفرومة فصينطوم فلفل رومي احمر واحدة كده مفرومة وباخد الماية بتاعت الفلفلات دي هقول لكم بنعمل بيها ايه مع معلقتين بقدونس واربع معالق من البقسمات ورشة ملح ورشة من الفلفل الاسود مع بحتاج بياض بيضة وممكن استخدم بيضة كاملة ومعلقتين تلاتة من الزيت وبصل شرايح وطماطم شرايح ومحمر كان بطاة صايا للتأديم ايوه اي رأيك احلى حاجة جاهزة وعايزينها تبقى جوسي بقى طب تعال يلا بينا بصي بقى انا لتفصيلة الصغيرة يا ماها اللي انا بعملها عشان شوفتي عجيبين شو هتشوف اللي بودات وعملين حاجات جديدة تخسر بصوا الاززة الحلوة دي زيت زيتون من فوق ومن تحت خل بالسام وموضوع جامد قوي انا بحط اللحمة المفرومة الاول ماشي كويس حتة اللحمة المفرومة في بولا كويس والسلام لك تبقى ملبسة سينا راح لحاجة ملبسة فيه حد بيحب اللحمة المفرومة مش ملبسة ايه انا اطاقتش لا هي عشان تبقى طرامها حلو لازم تبقى ملبسة طبع الفلفل الرومي انا ضربته في الكب وطلعت المياه لواحدها واللحمة بتاع الفلفل لوحده بحط هنا الفلفل كده واجيب بقى البولا عندماها ونشوف بقى ايه الشطارة عندنا برضو المندخ اه اه يلا اه فصلتهم ولمسة من البقدونس والبصلايا لا هبدأ يلا ابدأي ابدأي والبصلايا المبشورة والبصلايا المبشورة يا مهة ومهمة قوي بقى في التوابل يا مهة انا استخدمت ثلاث حاجات استخدمت ملح لازم ورشة فلفل ستاني اروح اجيب الفلفل انا عايزة اه فيه اشعاد بقى طالع علي من مين من رئيس تحرير البرنامج استاذ محمد سامي يقوله علي على طول ايه ما اخيرها شاي كشري انا هوريك استاذ محمد الكفتة كفتة كشري اه ما عايزة يعني بصي بس انا بقى عندي سؤال اه بقى على طول بقيل علي ما بترفش لترمي الحاجة سندوتشين الصبح معاكي كده ملفوفين هيقول لك بصي شوية تلفل اسود طب انا عايزة اسأل بقى حاجة الفلفل الرومي ورشة سماء معنش يا جماعة نقداية صغيرة فالجوانتي واسع بس ده مش هيمنعني من الطبخ طب ماشي مش حاجة هتمنعني النهاردة ايوة من مشاركتكم في الطبخ بوس يا مهة انا بعمل حاجة حلوة قوي عايزة اقول لك علي احنا حطنا ملح وفلفل اسود وشوية سماء من الحاجات الحلوة قوي في الوصفة دي ان احنا نحط بضاية في ناس كتير جدا تقولوا ان البضاية دي لو تحطت على اللحمة بتتزفرها الكلام ده غلط طب احنا ليه بنحط البضاية البضاية مع البقسمات بتخلي البقسمات بيزود الكمية وبيقفل المسام بتاعت انسجة اللحمة ستخليهاش تفك ابدا ونفس القصة البضاية معها يعني وجود البضاية عمر اللحمة ما هتفك منك ابدا ليه لانها بتقفل الخلايا والمسام بتاعت الكفتة حط كده البضاية احنا حطينا المقادير وهي مها بتقلب التقليبة الحلوة بتاعتها نصف كيلو لحمة مفرومة بصلاية كبيرة مبشورة ورشة ملح وفلفل اسود ورشة السماء مع الفلفل الرومي الاحمر اللي الدرم بكبت الخلط مع البصلاية ما اخش معاك تعالي يلا بينا كده ايوة خلوا بالكم اها اكيلة اه اكيلة ومرة قالتلي انها بتعمل عكاوي بعمل عكاوي بعمل عكاوي حلوة سرك فيها ايه البرون سورس بعملها في البرون سورس الله الله طب نتيدينا السر كده وسمعيهم يعني انا اخلي بالك انا اجيبلك بصوا عمل ازاي عمل حركة كده في ثانية ايوة هي الفكرة في ايه ما بصي انت صعوبة يا هادي صعوبة يا البتاع بصوا بفك اجماعة بصوا اقول لكم على حاجة بقى بما ان مها معايا النهاردة وعد وعيديني بخي معايا عكاوي انت اللي هتعمل للعكاوي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي هعمل عكاوي جيبلك العكوة وتقطعيها وتسلقيها وتعملوا مصص البراون ماشي بالاسرار اه والله ماشي جاهزين حلو كده يلا بينا استني بقى اهي قلي بيها كده طب لو حطيت تجوانتي تاني فوق ده يمسك ده اه لا هو ده ده كويس خلاص اهو بصي انا بعمل ايه بقى الكفتة دي تطلح لو ابيعمل كورة كده وامضغط عليها ضغطة وتبقى هي كده جاهزة انا وريت بقى شبه الطعمية يلا وريني انا بقى بعمل حاجة مختلفة خلص عن ايه هي انا بعمل كورة برضو ايوة ماشي كورة الاول ببقى دي البضغط عليها بس ما بضغطش بقى قوي عشان انا بحبها تبقى مكببة كده ايه رأيك الايه وريني يا سلام يا مه ومكببة سيكة حلوة حلوة اه دي تبقى حلوة بقى مه وفكرة حلوة جدا ان احنا ممكن نحشيها يعني فيه ناس تحب الجبنة الشيدر والجبنة المزرلة لو حتة او جبنة حلوم حتة جبنة من جوه تبقى الدنيا لطيفة جدا طب سؤال وورقة نعناعة تفرق جدا برضو انا عندي سؤال الفلفل الرومي دي بالنسبة لي جديدة الفلفل الرومي هو مش فيه حاجة عندك في المطبخ اللبناني بما ان منطق لبنانية ايوان اسمها ديبس فلفلة طبعا ايه هو ديبس الفلفلة طبعا ايه هو هو فلفلية رومي اتجففت او اتطحنت وتعملت في بولك ايه بدل ما نفضل راحين جاي نخدي الصناية دي هنا اهيه بص بقى السرعة في الأداء ماشي عشان مهم جدا برضو نوري امكانيات الموزيعات في السرعة في الأداء وهنا مية الفلفلية الحمرة بنحط عليها معلقتين تلاتة كده من الزيت الله بنحط كمان رشة من الفلفل اسود ورشة ملح ورشة من السماء وبص بقى الحركة الجميلة دي كل كورة حلوة انت عملتيها او اي ست بيت عملت الوصفة الحلوة دي تاخد من المعلقة بالمعلقة من البولة الحلوة دي وتنزل على واحدة الكفتة الجميلة اللي مها عملتها انا عايز اعرف احنا حطينا ايه بقى على السماء الزيت زيت زيت زيتون والمية اللي نزلت من الفلفل والشوية ملح وفلفل بس زيت زيتون زيت زيتون زيت درة اي زيت موجود هينفع كويس بس هالفكرة كلها مها ان انت في الاخر بتعملي وصفة تكون سهلة وتنفع وتمشي سندوتشات ممكن تعجب الاطفال جدا الكبار في السن سهلة الاكل قدام مطش قدام مسلسل طب احلى كفتة كانتها فين او كانت بلدها ايه الحقيقة انا انا او عملتها عشان كل بلد كل بلد عندها كفتة انا اكتشفت ان كل بلد عندها حيط دي حيط لحمة وفرومة وتعمل كفتة يعني من أحلى الكفتات في الدنيا الكفتة المصري اللي بالرز. الله. كفتة الرز بحيطة اللحمة الجملي. دي كفتة أمي وأم أي حد بيتفرج علينا. تصر اللحمة الجملي. ماعنى بقى بتطلع فعلا كده. عشان ما تفكش. اللحمة الجملي بتكون شديدة شوية. كويس. سيبت تبقى أحلى لها كفتة الرز بالسلسة الحمراء دي. ودي سر من الأسرار من المطبخ المصري الأصيلي. دي أنا قبي بتعملها بقى ما حصلتش. ان شاء الله نعملها لكم مرة من المرات. بصوا بصوا حتة الكفتة. حتة الكفتة بنورة مع شوية الفلفل الأحمر. قولي. اقول لك حاجة على الكفتة. احنا بنعملها مامتي بتعملها. بتعمل حاجة اسمها شربة اسكندراني. عارفها شربة اسكندراني. قولي لي كده. بتبقى شبه شوية شربة التماطم بس اخاف. يعني التماطم فيها مش زعقة قوي. ايوة. وبيتحط فيها الكفتة الجمل يديد بتتعامل صغيرة مع شوية شعرية بيضة. ده الاسكندراني هم اللي بيعملوا كده? معرفش. احنا مسمينها عندنا كفتة اسكندراني. شربة اسكندراني. انا لها اصحاب كتير جدا اسكندرانية. اه. وانا بحب الاسكندرانية جدا وبحب المطبخ الاسكندراني انا اسألهم. على الوصفة دي. اه. او او تخلي ممتك تعمل شوية وتجيبهم لي. ادقهم هنا. نحي السلام. ونوري الناس بقى. يا مام. يا مام. وطعم بحي ممت. بحي ممت مهى الصغير من هنا من مطبخنا. الجميل الجديد في مطبخ ستاتة معرفش يجبه. وعايز اقول لكم ان الوصفة كده. احنا بينا فائد الكفتة. احنا بندخل الكفتة في الفورن. بتقط حوالي نص ساعة استيل. تعالوا هي ماها بتعمل الوصفة الحلوة. المنورة الجميلة دي. ن نقول المقادير بتاعة الورد والمكسرات. نحط تاني؟ اوسع لنفسي. على قد الصناعة متاخد. ماشي. عشان الحبايب تاكل. الوصفة الجميلة اللي احنا نعملها التانية هي بتتعامل يا اما باوراق جلاش اما باي عجينة موجودة عندنا. كل القصة شوية المكسرات اللي بقيين عندك في التلاجة من رمضان. بنجيبهم ونقول المقادير بنحط عليهم ربع كباية من السكر او معلقتين تلاتة من السكر وبنحتاج شوية من مية الورد او مية الزهر. الله. مع برضو زر ورد وبحتاج معلقة زيت وورق العجينة بتاعت الجلاش مع اي مكسرات عندنا. بص يا ما بقى انا بعمل ايه? كل اللي بعمله ان انا اجيب جوانتي واروح اواريكم الوصفة الحلوة دي. طب بص انا بقى هعمل ايه? ايه بقى? انا بقى? انت بتسقساقي الكفتة. سقساقي الكفتة اهو عشان نشوف مين سقساقته احلى النهاردة. ست بيت دي ولا مش ست بيت? ها? وست بيت شطرة كان بصي 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 الشاشة قدامك بصي الحلوة. بصي في حب. اهم حاجة الحب. والله العظيم. طوال. تبقى بتعمل حاجة زي شاف محمود. دايما في المطبخ اعلمني حاجة بصراحة. ان هو بيوتبخ تحس ان هو حابب قوي اللي هو بيعمله. حقيقة يا جماعة انا انا انا. ومركز قوي فيه. انا مرتبط قوي بمطبخ استاذ ما عرفوش. مطبخ استاذ ما عرفوش جديد. وده من احلى الاماكن على قلبي. دي حاجة موزيعات. وكل موزيعة ليها ليها شكل وليها مضموض وليها ليها مذاك كده في الطبخ. الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي انا اخلي معها تعمل طاقين العكاية. وكل موزيعة دي. هجيبها كده. وايه يعني اخد منها سر من قصر ووصفاتها الحلوة وخليها تطبخ لطبخ لطبخة الاسبوع اللي بعده. ماشي. تعالي بقى بصي هنا. هنا اعتبرني دي دخلت الفرن. انا هغير بقى دي عشان اجيلك هنا. وتعالي. ماشي. اه ماشي. هتدخلي دي الفرن يا معها. وخليها تحت. وفي اه الصناية التانية انا هاجمها. خلي بك عشان ايديك ما تتل ساعش. هنا انا جاي بسوداني وفزدو. كويس? ممكن يبقى سوداني وجوز الهند. ممكن يبقى اه اه اي مكسرات عندنا. اي لوز اي حاجة. احنا عايزينها. ونحط كل اللي بنحتاجه نحط طبيعات بيضة. ندخل دي. ايو انت خايفة ها? تعالي. اه نعمل دي كده. تعالي وناخد دي بقى ايه? دي دافية شوية. ناخدها معنا ونمشي. يلا بنا. خليها هنا كده يا مهة. دي مش دافية. دي سخنة مولعة. وبعدين بعد ما حطينا على المكسرات بيضة. معا يا مهة? معاك جدا. حطينا شوية السكر الشلوين دول. وبعدين لمسة من زر الورد. وكمان معلقة من مية الورد. ونقلب الخليط الجميل اللي انت شايفاه ده يا مهة. كده. اهو. الخليط الحلو ده بريحة مية الورد باي مكسرات عندنا. مش بالضرورة. اه. كل بيت بيحب مكسرات معينة. وناخد العجينة بتاعتنا. والورق الجميل اللي احنا شايفينه ده. ونبدأ. احنا هنقدم الطبق بقى بتاع الكفتة كمان شوية. ايوة. وكمان هنقدم. هنقدم. السوابع الجميلة بتاعتنا. بصي بقى انا عملت كده. صليم ولاعة فعلا. ادي الورق الحلوة. وناخد شوية من الخلطة الحلوة دي. نحطها هنا كده. ووظيفة بياض البيضة. ان هي بتخلي الخليط ده يمسك. واحنا بنا كلها ما يقعش. او احنا بنقطعها. بتعملي كده. اهو. كده ونعمل دي كده. وكده. واهو. بالزبط بالشكل الجميل ده. عايزك تعمليلي كم سبع كده تاخدي الورقة. وتعملي كم سبع بالطريقة دي على ما قدم. انا عايزك تقول لي داني المكسرات دي عبارة عن ايه وتمسكت كده ازاي. المكسرات دي انا بحب السوداني. وبحب الزبيب. انا كان عندي شوية فصدق على اي حاجة عين جمل. اي مكسرات نخليها مجروشة. وبعدين. بس الطبق الجميل ده. ورقة شجر حلوة. حط شوية البطاطس. بعدين كده. واحط عليهم الكفتة. ايوة يا مهة. برافو. استاذ محمد سامي. ركز معي. برافو عليك برافو عليك يا مهة. استاذ محمد سامي طلع عليك. انا عارف انا اقول. شوية الكفتة الحلوين طالعين في الطبق منورين. اه والريحة فرزيعة. في سر من اسرار الوصفة الحلوة دي. مهم اوي. دي عملا زي حلوة الجبن رحتها. بالزبط. عشان مية الوردة. شوية البصل بي لتحطوه هنا في البولة دي. عليهم لمسة صغيرة من السماء كده. وبعد ما تحطوا لمسة السماء الصغيرة على البصل زي ما احنا شايفين. اهم حاجة. تفرقوا البصل بصوابعكم. لحد ما البصل يبقى لونه نبيتي جميل. تحطوا عليه كم شريحة من الطماطم. وتحطوا عليه لمس صغيرة من البقدونس كده. وتاخدوا الخلطة الحلوة دي تحطوها على وش البطاطس مع الكفتة. وناخد الطبق ده نروح نقدمه. ونروح نقدم بقى الطبق التاني الجميل. اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هو اهو. كده. وناخد الطبق الحلوة ده. بصوا بقى. بص يا مع. انتي الاصابع اللي انت عملتيها دي احنا ما قلناهاش. ايوة. احنا دخلناها الفرن. اهي. ده احلى على فكرة. كده. ناخد الصوابع الحلوة دي كده. وبعدين نعمل ايه بقى? عشان الصوابع الحلوة دي تطلع جميلة معنا. ناخد معلقة من العسل. الله. ونزينها. بس استني بقى نعمل حركة حلوة قوي بقى. عشان نوري كل المشاهدين. لا انا مبسوطة اوين انا بعمل حلوة. عارف ليه بقى? لان انا. لان انا. يعني عادة ما بعرفش اعمل حلوة قوي. بص يا بقى. بص الحلوة اللي انت تبقى ليه بعد ما طلع بقى شكله عامل ازاي? انا عايز اوريكو دي. بصوا. بصوا. كده? طالع ازاي? اهو. اهو. لو سمحتوا. الكاميرا لو سمحتوا تجيب هنا شغل معها. اه شغل معها ده. شغل معها العالي جدا. اللي هيدخل دلوقتي الفرن. احلى حاجة بقى عارف ايه? ان احنا مش بنقلي. ليه بقى? وهنا بقى اللقطة دي ايوة ما بنقليش. عشان كده. هيبقى مفيد جدا. وهيكون خفيف. بالنسبة لكل الحباية. بص بقى اللمسة بتاعت العسل دي. والعسل نازل. واول ما العسل ينزل كده. وتلاقيه شرب الحاجات الحلوة. نحط شوية الورد الحلوين على وش. الطبق. انا انا اندمجت. انا لقيت نفسي هنا خلص. خلوا بالكم ده انا اكتشفت ان مهة. يعني بصوا عندها طاقة للمطبخ غيرها عادية. اه حب. النهارده تقييمي لمهة من عشرة من عشرة. اتساعد عندها زقف الاكل. يعني منظمة جدا. نكحت في التجربتين. الكفتة. والجلاش اللي هو بالمكسرات. عشرة من عشرة. بكرة عاملين اكلة حلوة. اوي. اهم حاجة بقى ان انت هتقيم كل مزيع بس بالحق. بالحق. اه. ماشي. هبعتلك مسجي بكرة. يا هو الدنيل النهارده عشرة من عشرة. طلعت خلاص من عشرة من عشرة. سريعة. منظمة. اه نظيفة جدا. اه والله. يعني ايه خلاص. انا النهارده اه مبسوط جدا مما. بكرة مع ايمان عملينوا وصفة جديدة حلو. مصرية مية في المية. ونشوف ايمان بقى تعمل معنا ايه بكرة? ونشوف ايمان انا خدت عشرة من عشرة ايمان هنشوفك انتي بكرة هتاخذي كامل. ان شاء الله. نشوفكم بكرة في يوم جديد وستات معرفوش كده. ان شاء الله. موسيقى موسيقى